نصل إلى الخبر الخير بحلقتنا لليوم واللي هو يتعلق بجدري القرادة ما أعرف شو عم بيصير بس يعني نحن عملنا حلقة عن هذا الموضوع من الدكتور ووضحنا بعض الأمور الطبية بس شكلهم مركزين عليه لهذا الموضوع يعني منظمة الصحة العالمية كانت عم تقول بدأ تعمل تنقلوا على أنه أمرجنسي كحالة طوارئ لهذا الجدري القرادة ونحن بأمريكا هلأ اسمعوا هاي الخبر ونحن بأمريكا عم بيقولوا بدون يزيدوا الاختبارات ما بعرف اسمعوا الخبر حتى تعرفوا شو عم بيصير تسعى الولايات المتحدة الأمريكية لتوسيع مجال إجراء اختبارات جدري القرادة بعد موخاوف من مواجهة البلاد تفشي كبير للشو لنهارة 21 يونيو إخواننا تم الإبلاغ عن 142 حالة إصابة بجدري القرادة في 24 وليه وبواشنطن العاصمة حسب أكيد وكالة رويترز إخواننا بس عم بيقولوا بناء على صحيفة واشنطن بوست عم بيقولوا أنه الخبراء يخشون أن يكون هناك عدد أكبر من الكثير من العدد الرسمي اللي هو 142 وبالتالي اللي صار إخواننا إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن سمحت للمختبرات التجارية تجارية بإجراء اختبارات جدري القرادة في محاولة لتوسيع نطاق الاختبار بشكل كبير وبالفعل أخواننا بلش السيديسي اللي هو مركز السيطرة على الأمراض والأوبئة بشحن مجموعات الاختبار إلى خمس شركات متخصصة في المختبرات التجارية هذا الأسبوع من ما يسمح لمقدمي الخدمات الصحية بطلب الاختبارات من المختبرات مباشرة بحلول أوائل يوليو يعني ابتداء من شهر جولاي من شهر يوليو إخواننا فيهم يعملوا الاختبارات بالمختبرات التجارية وعم بيقول أنه بدون يشوفوا يعني هذا الموضوع يعني لدعم القدرة على فهم نطاق وانتشار تفشيق جدري القرادة بشكل كامل يعني بالولايات المتحدة الأمريكية حالياً نحن بأمريكا إخواننا يعني كنا من قبل مش حالياً ما رأيكم بهذا الموضوع؟ فهلأ إذا راح هذا عن الدكتور وإذا الدكتور شك صار عنده اشتباه أنه هذا المريض عنده جذري كرده مجبور الدكتور يقول له يعمل له الفحص ويبعثه على المختبار ويتأكده بأنه يعني بدي أشير لنقطة أنه هذا الانتشار هو خارج البلدان اللي هو من المعروف أنه بينتشر فيها فهمين كيف؟ وهيدا المرض يعني المعروف بيدويه هذا منوش مرض جديد منذ عام 1970 هو من عائلة الجذري اللي هي تم القضاء عليها قبل نحو 40 عاماً لكن هو أقل خطورة منه لهذا الجذري الأصلي اللي طلع عام 1970 وهو يعني مرض نادر ناجم عن انتقال الفيروس إلى الإنسان عن طريق حيوانات مصابة بهذا الفيروس عالمياً إخواننا أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها أبلغت بتسجيل 780 إصابة بجذري الكولودا مؤكدة مخبرياً بسبب مؤكدة مخبرياً ب27 دولة خارج البلدان اللي هي يتوطن فيها المرض تمام؟ كمان عطونا رأيكم بهذا الموضوع يعني هل يترى نحن رايحين على جائحة تانية؟ ما بعرف انتو عطونا رأيكم كتبوه أنا دائما بحب اسمع رأيكم ويكون هناك هذا النقاش بيننا وبينكم في مربع التعليقات